أنور صالح المدير التنفيذي لأعلم إن كانت عقوبة أم مكافأة قلنا نشتغل طبقا لللوايح لكن ما معنى تجميد فريق وعودته إلى الدور الممتاز مرة أخرى حد يجاوبني على هذا السؤال مش فاهم لا معنى حل أنا نزلت درجة تانية قعدت رايحت في البيت ومن غير ملعب أطلع دوري ممتاز تاني ثانيا حسب معلوماتي المتوضع إنه لو النادي المصري خد هذه العقوبات وراح بها للفيفا وقال له إحنا جمدوني ولو واحد الفيفا لا تتضمن شيء اسمه التجميد سيتم رفض هذه العقوبات في الفيفا وبالتالي تصبح لعقوبة حسب معلوماتي واكتهاداتي حسب معلوماتي واكتهاداتي العقوبة دي حروح بها النادي المصري للفيفا يقول له جمدونا ما فيش حاجة اسمها تجميد يبصوا يقول له لا ما فيش تجميد وبعد كده يقول له تفضل طيب الفيفا قال له لا هيروح المحكمة الرضية يقول له ما فيش تجميد إذن هذه العقوبة تصبح لاغية عقوبة التجميد أما عقوبة الملعف تستمر نمرة اتنين بلاش نضحك على بعض في الكلام ما تقول ليش موسمين لأنه هو موسم واحد لأن الموسم ده اتلغى فبلاش نضحك على بعض في الكلام خلينا نتكلم بوضوح أنه هي عقوبة للنادي المصري أنا أتصور أنه ما فيش عقوبة على النادي المصري تصوري الشخصي وممكن كل ده اجتهاد أنه النادي المصري مش هيتجمد النادي المصري حيلجأ للفيفا والفيفا سينصفه أو إذا لم ينصفه الفيفا سيلجأ للمحكمة الرضية هتلغي هذا القرار وبالتالي يصبح القرار عودة النادي المصري الدوري الممتاز خلينا نروح للآخر أنه لا خلاص موافقين إزاي النادي المصري خلاص يبقى هبوطه إلى الدرجة الأدنى ويلعب في الدرجة الأدنى ويكافح للصعود للدوري الممتاز أو يبقى قرارك واضح المصري ما ينزلش أنا مش فاهم قلنا لوائح والله وقلت لكم قبل كده اللي هتقول المصر بطل الدوري على راسي من فوق المصر ينزل درجة الأبعة على راسي من فوق أنا مش فاهم حتى هذه اللحظة مش فاهم وأحاول أجيب حد دلات المتحدة الدولي هجيب أي حد من الناس اللي يعرف يفهمنا من المتحدة الدولي عشان نعرف عقوبة التجميد دي موجودة ولا مش موجودة قصتها شكلها إيه اتعامت العقوبة دي عشان نفضل نتكلم فيها من أول وجديد معي الأستاذ جمال جبر المتحدث الرسل من نادر أهلي مساء الخير يا أستاذ جمال ما لهش علاقة بالموضوع لكن أنا بقول طبقا للوايح اللي أنا عارفها إنه الفيفا لا يقر أبدا ولا يعترف بشيء اسمه التجميد حتى لما بدي يقومه لك شاط بلاعب أو شاط بمدير أو شاط برئيس يقول لك إقافوا مدى الحياة فقصة التجميد أنا أتصور إنه تلاعب بالألفاظ يلجأ الناد المصري في التول لحظة إلى الفيفا أو إذا حتى الفيفا ما أنصفوش يلجأ إلى المحكمة الرضية أو المحكمة الرضية على طول بتقوله لأ وبالتالي يبقى الناد المصري في الدوري الممتاز هل داس ناريو تم رسمه بعناية من خلال الاجتماعات التي تمت على أعلى مستوى وشارك فيها الدكتور كامال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي الرياضة وبعد السادة أعضاء مجلس الشعب عن محافظة بورسعيد أم أنها بالفعل هي اللوايح اللي تم دراستها بعناية ثم انتهى الاتحاد إلى هذا القرار كنت أتمنى أنه القرار يكون مدروس أكتر إحنا استننا 52 يوم كان يبقى 54 يوم ما كانش يبقى فيه مشكلة لكن واضح أنه احنا داخلين على أزمة كبيرة جدا وأتصور أنه اجتماع الاثنين المقبل سيكون عاصف في النادي الأهلي وبالتالي زي ما قال أستاذ جمال جبر أنه احنا بنعود إلى نقطة البداية بنعود إلى نقطة الصفر من جديد والأزمة ستحتدم وستشتعل مرة أخرى بكل أسف وأسأل أنه لا يوجد لدينا من يستطيع أن يصدر قرارا طبقا للوائح القرار الذي صدر كان قرارا متوازنا للغاية لم يكن قرارا رياضيا بل كان قرارا سياسيا كل ده من وجهة نظري أنا الشخصية وأتصور أنه ده حيكون لي عواقب ليست طيبة ما ليش علاقة بالنادي المصري ما ليش علاقة بالنادي الأهلي لكن بقول لكم الواقع اللي قدام عناي الواقع اللي أنا شايفه النادي المصري لم يعاقب تاني النادي المصري لم يعاقب الحرمان من الملعب ثلاث سنوات دي عقوبة البعد عن ملعبه ثلاث سنوات ودي قصة هيطول شرحها في المستقبل لكن قصة أنه قف المصري سنتين هو ليس سنتين هي سنة واحدة لأن هذا الموسم الدوري تم تجميده لا يوجد مشاط رياضي أما قصة تجميد النادي المصري المدد عام ثم عودته للعبة في الدورة الممتاز ده أعتقد أمر صعب للغاية أن يتم فهمه كابتن عزم جاهد المدير الإعلام